شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان حديثنا يدور في الحلقات الماضية حول مسألة من أمهات المسائل العقائدية أو العقادية وهي مسألة عصمة أهل البيت وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وقد مضت مجموعة من البحوث وفي هذه الليلة نتحدث بإذن الله تعالى حول سؤال كان يطرح منذ القدم ولعله في هذا اليوم أكثر طرحا والإجابة عليه أكثر إلحاحا وهذا السؤال يقول كيف نوفق بين مبدأ أسمة أهل البيت صلى الله عليهم أجمعين وبينا ما نجده في الأدعية والأحاديث المأثورة من الاعتراف بالذنب مثلا في دعاء كوميل نقرأ هذه الجملة اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها في المناجاة المنظومة الموجودة في المفاتيح نقرأ إلهي لئن جلت وجمت خطيئة جلت يفيد البعد الكيفي وجمت يفيد البعد الكمي إلهي لئن جلت يعني عظمت وجمت يعني كثرت إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع كيف يمكن التوفيق بين العصمة والاعتراف بالذنب توجد هناك أربع إجابات على هذا التساؤل نحاول أن نطرح هذه الأجوبة ونقيمها بإذن الله سبحانه وتعالى الإجابة الأولى هي الإجابة التي أجاب بها العالم الشهير والذي يقول العلامة الحل رحمه الله إنه كان صاحب كرامات وهو علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن طاووس علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن طاووس المعروف المعروف برضي الدين صاحب كتاب الإقبال الإقبال كتاب مشهور يعرفه الذين لهم علاقة بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى علي بن عيسى الاربلي صاحب كتاب كشف الغمة وهو من علمائنا المشهورين يسأل أستاذه رضي الدين ابن طاووس خول دعاء كان يدعو به الإمام الكاظم في سجدته يقول كيف ينسجم هذا الدعاء مع ما نؤمن به من مبدأ عصمة أهل البيت ابن طاووس يجيب على هذا السؤال بقوله كما ينقله العلامة المجلس في البحار المجلد الخامس والعشرين صفحة مئتين وثلاثة يقول كان يقول هذا ليعلم الناس هذا الاعتراف إنما كان لأجل التعليم نوضح قليلا هذا الجواب أئمة أهل البيت وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله إحدى مقاماتهم مقام التعليم التعليم يتنوع إلى نوعين تعليم قولي وتعليم وتعليم عملي وأوقع أنواع التعليم هو التعليم العملي عندما تقوم بعمل لأجل التعليم ربما لا يكون ذلك العمل مطلوبا منك وربما لا يكون ذلك العمل وظيفتك ولكنك تقوم به لتعليم غيرك عندما أذن المؤذن في أول الوقت أنت متوضع من قبل أكو في الأحاديث أن من أذن المؤذن عليه ولم يتوضع لم يكن قد توضع فلم يوقر صلاته أنتم متحضرين بمجرد ما أذن المؤذن قمتم وصليتم الظهرين انتهت الوظيفة في الساعة الثانية الظهرا يأتي أولادكم من المدرسة أنتم لأجل التعليم تقومون وتصلون أمامهم الظهرين مرة ثانية هل كانت وظيفتكم أن تصل الظهرين لا لأنه العلماء يقولون الامتثال يتحقق بالمر ولكن لأجل التعليم تقولون لأولادكم صلوا الكلام ما يأثر عادة تقومون وتصلون أمامهم وتقولون تعالوا وصلوا وياهم هذا شنو هذا موقف المعلم بعمله نعود إلى ما كنا فيه نحن لا نعلم لا نعرف كيف نتكلم مع الله وكيف نخاطب الله من أعظم منن أهل البيت والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله علينا جميعا أنهم علمونا كيف نتحدث مع الله أحيانا نذهب إلى عتبة من العتبات المشرفة لا نعلم ماذا نقول ذلك الراوي قال فلم يفتح علي بشيء كيف تتكلم مع الإمام وكيف تتكلم مع الله لا نعرف لا نعلم إذا ما كان عدنا دعاء كميل كيف كنا نتحدث مع الله سبحانه وتعالى إذا كان ما عدنا دعاء عرف كيف كنا نتحدث ونخاطب الله سبحانه وتعالى إذا كان ما عدنا دعاء الصباح كيف كنا نناجي الله سبحانه وتعالى في أول صباحنا هذه من أعظم منن النبي الأعظم وأهل البيت علينا علمونا كيف نتحدث مع الله وإلا إحنا منعرف كيف نتحدث مع الله في دعاء كميل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مقام تعليم لا يعلمنا في المناجيات المنظومة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما يقول إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي يعلمنا كيف نتحدث مع الله سبحانه وتعالى هذه الإجابة الأولى يبدو أن هذه الإجابة كانت مقنعة لعلي بن عيسى الإربلي ولذلك تلقاها بالقبول يقول بعدين فكرت في هذه الإجابة ثم إني فكرت بعد ذلك فقلت هذا كان يقوله في سجدته في الليل وليس عنده من يعلمه الإمام الكاظم صلوات الله عليه في سجدته في خلوته كان يناجي ربه بهذه الكلمات المقام مو مقام التعليم المقام مقام المناجات نعم أمام الآخرين يمكن أن تكون في مقام التعليم ولكن عندما تكون وحدك وعندما تكون في خلوتك أنت في مقام المناجات وأنت في مقام التضرع لا في مقام التعليم أنت عندما تكون في مقام التعليم تتقمص حالة شخصية أخرى كما في هذا المثال الذي مثلنا به عندما يأتي أولادكم إن تؤديتم الوظيفة ولكن تتقمصون شخصية من لم يؤدي الوظيفة تقولون تعالوا نصلي الحالات المأثورة لا تدل على هذا المعنى راجعوا بحار الأنوار المجلد واحد وأربعين صفحة ثلاثة عش ظاهرة قضية أبد الدرداء عندما يقول شهدت علي صلوات الله عليه وقد اعتزل عن مواليه هذا مقام الاعتزال لا مقام التعليم واختفى من من يليه واستتر بمغيلات النخل المغيلات الظاهر يعني النخيل الملتفة المتكاثفة المتكاثرة وهو يقول إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمل غير غفرانك ولا أنا براج غير رضوانك فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقات فحركته فلم يتحرك فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون مات والله علي بن أبي طالب خالة الغشية الغشوة من خشية الله سبحانه وتعالى مات والله علي بن أبي طالب فأتيت منزله مبادرا لأنعاه أتيت إلى منزل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في المدينة لأنعى علي صلوات الله عليها فقالت فاطمة صلوات الله عليها ما كان شأنه وقصته فأخبرتها فقالت هي والله الغشية التي تأخذه من خشية الله ثم رش عليه الماء فأفاق ونظر إلي وأنا أبكي يعني أبو الدرداء فقال مما بكاؤك يا أبو الدرداء فقلت مما أراه تنزله بنفسك فقال يا أبو الدرداء فكيف ولو رأيتني ودعي بي إلى الحساب إلى آخر الرواب هذه الحالات المأثورة لعلها تبعد هذه المقولة وهي أن المقام كان مقام التعليم الإجابة الإجابة الثانية هي الإجابة التي أجاب بها علي بن عيسى الإربلي صاحب كتاب كشف الغمة يقول سألني مؤيد الدين ابن محمد عن هذه الكلمات التي كان يقولها الإمام الكاذم صلوات الله وسلامه عليه في سجوده فأخبرته بالسؤال الأول الذي قلت والذي أوردته عليه ذكرت له الإجابة الأولى وذكرت ما يرد على هذه الإجابة الأولى وقلت ما بقي إلا أن يكون يقوله على سبيل التواضع هذا تواضع من الإمام الكاذم الإجابة الأولى أنها كانت لأجل تعليم الخلق الإجابة الثانية إنها تمثل نوعا من أنواع التواضع أمام الخالق جل وعلا توضيح هذه الإجابة قديما كنا نقرأ في المطول أكو هناك أشياء على ما أتذكر قديما الآن لم يحضرني كتاب المطول يقول هناك مبالغة وهناك إغراق وهناك تبليغ وهذه السلاسة كلها لا توجد فيها أي مجانبة للواقع ربما يكون الشيء غير واقع خارجا أو يكون يمكن أن يقع في الخارج ولكنه محال عادي وربما يكون محالا عقليا وعاديا هاي ثلاث أنواع شيء ممكن عقلي وعادي ولكنه لم يقع في الخارج شيء محال عادي ولكنه شيء ممكن عادي ولكنه ممتنع من الناحية العقلية شيء ممتنع من الناحية العقلية والعادية مبالغة تبليغ إغراق وهناك يمثل على ما أتذكر للمحال العادي والعقلي بقول الشاعر عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكان في تفصيل اللي يقول هذا محال عادي وعقلي أيضا المبالغة أحيانا تكون في جانب التهويل وأحيانا تكون في جانب التهوين ما علينا بالمبالغة في جانب التهويل المبالغة قد تكون في جانب التهوين تهوين القضية مثلا إن تعدكم أب الأب له حق الحياة علينا وعلى كل فرد الأب مقامه عظيم الأم مقامها عظيم كل ما تعمله في حياتك فأنت مرهون فيه لأبيك ولأمك كل عمل خير صالح تعمله فأبوك وأمك شركاء في هذا العمل لأن أباك وأمك وقع في سلسلة العلل الوجودية لوجودك وكينونتك الأب تمر ذهب إلى المستشفى بقي في المستشفى شهرا وأنتم قمتم على خدمته على أفضل وج وسهرتم لأجله الليالي والأيام بعد ما تطلعون من المستشفى أبوكم يتشكر منكم ويقول لكم لابنه زحمناكم خلال هاي الفترة أذيناكم شنو تجاوبون الابن المهذب المعدد يقول لم نصنع شيئا شهر سهر الليالي والأيام يقول لم نصنع شيئا يعني شنو لم نصنع شيئا هذا مجانب للحقيقة هذه مبالغة في التهوين انتو لا ترون عملكم في مقابل عمل أبيكم وحق أبيكم شيئا موش هاي مجانب للحقيقة هذا تواضع ترون عملكم ما إلقين في مقابل خدمات الأب أو في مقابل خدمات الأم في الحديث على ما أتذكر ما عبدناك حق عبادتك ما عرفناك حق معرفته ما سونا هذا شعور المؤمنين الحقيقيين أنهم لم يصنعوا شيئا مهما ركضوا ومهما عملوا الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه راجعوا كتاب العروة الوثقة في مباحث الكفن كتب على كفن سلمان هذين البيتين وصاحب العروة يقول إنه يستحب كتابة هذين البيتين على كفن كل ميت تأسيا بأمير المؤمنين صلى الله عليه وفدت على الكريم بغير زاد هذا شعور حقيقي للمؤمن ما سوى ما سوى نشي وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليمي يعني سلمان زاد ما كان عنده سلمان مع عظمته ولكن هذا الزاد مو زاد أحيانا ضيف يجيكم عزيز عظيم تسهرون على خدمته بعدين تقولول ما سوينا لك شي الوالد رحمه الله في الفقه في هذا المقطع يوجه هذه الكلمة بتوجيهين التوجيه الأول أنه يعني بغير زاد مناسب هذا التوجيه الأول إذا حبيته تراجعون في الفقه مجلد 13 صفحة 389 يقول أي بغير زاد لائق هذا التوجيه الأول وفي الألفية لابن مالك في باب النعت يقول وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل أحيانا يحذف النعت وأحيانا يحذف المنعوت ويمثل في الشرح لذلك بقوله قالوا الآن جئت بالحق يعني بالحق الواضح النعت يحذف هذا التوجيه الأول للوالد رحمه الله التوجيه الثاني للمبالغة تشبيها للقليلة بالمعدوم كقوله يا أشباه الرجال ولا رجال القليل أحيانا يشبه بالمعدوم مثل فد واحد عنده ثروة مليار واحد عنده دينار نقول هذا شيء ما عنده نقول هذا عنده ثروة أنتو تقولون هذا ما عنده ثروة نقول هذا شيء ما عنده دينار خب مو ثروة الوجود الناقص والوجود القليل أحيانا يشبه بالعدام فهذه هي الإجابة الثانية وهي أن هذه الأدعية إنما كانت في مقام التواضح وفي مقام اعتبار القليل كالعدم وإحنا في يوم الأيام إذا انتقلنا إلى عالم آخر إذا طرأ علينا الموت الاختياري فمتنا قبل أن نموت فتلك نعمة كبرى أنه واحد يصل إلى هذا الإدراك وإلى هذا الشعور لكن إذا ما طرأ عليه الموت الاختياري أو بتعبير أدق اليقظة الاختيارية في هذه الناس الأيام إذا مات انتبه فأدمر واحد ينتبه ويشوف كل شيء ما عنده أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله واحد يشوف كل شيء ما عنده كل شيء يعني هذا الشيء موشي ما قمناه لم يكن شيء نحن نتعلم أربع مسائل نتصور أننا بلغنا الثرية نعبد هذه العبادة المتواضعة ونتصور أننا أولياء لله سبحانه وتعالى ناكن نفتهم أنه لم نعمل شيء هذه هي الإجابة الثانية إذن الإجابة الأولى إنها كانت لأجل التعليم الإجابة الثانية إنها تعبر عن نوع من أنواع التواضع أمام الخالق سبحانه وتعالى وهناك إجابتان أخريان نذكر مقدمتهما المقدمة الآن نخرج من البحث نذهب إلى المقدمة بين قوسين وهذه المقدمة إن تلقي النفوس للأحداث يختلف من فرد إلى فرد آخر طبيعة الحدث واحد ولكن الاستجابة للحدث تختلف لماذا تختلف الاستجابة للحدث لأن النفوس تختلف النفوس لها مرات إذا نريد أن نمثل بمثال من الناحية المادية هذا الجدار هذا الجدار له طبيعة كثيفة كثيف أنت خذوا قبضتكم واضربوا بها هذا الجدار بقوة أبدا لا يبين عليه شيء أثر ما يبدو على هذا الجدار ليش لأن طبيعة طبيعة كثيفة ولكن خلوا المرآة أمامها تنفس تنفس الأثر يظهر تشعرون بطبقه فوق هذه المرآة النفس ما يأثر على الجدار القبض أيضا لا تؤثر على الجدار النفوس أيضا لها مرات أكو هنالك نفوس غليغ فج وأكو هنالك نفوس لطيف النفوس اللطيف عادة يكون لها إحساس مرهف بالقضايا كثير من الأفراد في حياتهم ربما يتكلم بلا حساب ولا ميزان يتمازحوية هذه يعلق على ذاك في بيته يؤذي زوجته بلسانه لا يأمن الناس كلماته ويمر على هذه القضايا مرور الكرام كأنه لم يصنع شيء ولكن النفس اللطيف المرهف لها حالة مواضبة شديدة ليقول كلمة تؤذي الآخرين أو تجرح الآخرين أو يمكن أن تورد ولو خدش على الآخرين إذا في يوم الأيام فلتت من كلمة تنعكس على نفسيته حتى إذا كانت الكلمة غير جارحة أحيانا الكلمة ما تكون كلمة جارحة ما تكون غيبة أو تهمة أو نميمة أو إذا ولكن كلمة ما كانت في محلها هذا الذي يعبر عنه بترك الأولى هذه النفس تتأثر ليش صدرت مني هذه الكلمة لا بأس لأن احنا فتحنا القوس لا بأس أن نذكر هذه القضية أيضا يقول أحد الأفراد رأيت شخصا من كبار الأساتذة يحمل احترام عجيب لذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إكرام ذرية النبي صلى الله عليه وآله إكرام للنبي واضح المرء يحفظ في وله وإذا كان في مكان أي سيد يدخل يعني شخص من ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يقوم مع أنه أستاذ كبير ولعله كان طاع في العمار حتى إذا هذا الرجل ما كان معمم سيد عادي كاسب الطار كان يقوم ويحترم فقلت له في يوم من الأيام أنت ليش عندك هذا الاحترام وهذا العمل وهذا الموقف يقول عندما طرحت علي هذا السؤال وإذا بي أرى الدموع تحجب عينيه مثل أنه تذكر قضية ما من القضايا وسكت وسكت ما أجب يقول فألححت عليه أنه ليش كان في الواقع بعد الإلحاح أنا عندي قضية قديمة وهذه القضية أنه كان في محلتنا أو في مثلا منطقتنا سيد كاسب على بابل متواضع عنده بسطة متواضعة بايع متجول يبيع هناك شايفين الباع المتجولين كبير في العمر ما عنده من متاع الدنيا شيئا كثيرا يقول في يوم الأيام وعلى أثر قضية أنا جئت إليه وثلتت مني أغلظت له في القول بس لعلهم على كل حال ما كان إغلاظه له في القول محرمة ولكن بالنتيجة أغلظت له في القول واحد جدا لازم يكون مواضح في أقواله في حركاته في سكناته أنا ذكرت لكم مرة قضية ذلك الرجل اللي في لحظة واحدة تحول إلى قاتل أب قتل ولده في لحظة واحدة الأباء اللي عدم أطفال صغار يجب أن يواضبوا في لحظة واحدة الأب يمكن يتحول إلى قاتل أو الأم قال فأغلظت له في القول فذلك الرجل السيد الهاشمي كان جالس على الأرض أمام بسطته فقال لي إذا ما كانوا يظلمون أمي الزهراء بالأمس ما كنت تهينني في هذا اليوم هذه الإهانة تابعة لتلك المظالم التي جرى يقول عندما قال لي هذه الكلمة شعرت بأن بدني يقشع وندمت جدا على هذه الكلمة التي قلتها لها والآن أنا كلما أتذكر تلك القضية تأخذني القشعرير هذا الاحترام وهذا التقدير نوع من التدارك لتلك القضية السيد البروجيردي رحمة الله تعالى عليه إذا في يوم من الأيام كان يحتد يحتد ويا واحد أحيانا واحد يحتد وربما يكون معذورا من الناحية العرفية في احتداد ولكن كان ناذر امقيد نفسه إذا احتد مع شخص يصوم عاما كاملا تكفيرا عن ذلك في يوم من الأيام شخص تماد معه في البحث والجدال فاحتد معه السيد البروجيردي مثلا قال كلمة عنيفة وعمة ثم بعد ذلك رجع إلى نفسه وقال يا هذا لقد كلفتني صيام عام كامل ولكن هذه الحالة تحتاج إلى نفسية السيد البروجير رحمة الله عليه هذه ذكرناها كمقدمة للإجابة الثالثة والإجابة الرابعة لا بأس أن نذكر الإجابة الثالثة الإجابة الثالثة أحيانا واحد يقوم بترك أولى عمل محرام لكن ما كان مناسب أن يقوم بهذا العمل فيعتبر ذلك ذنبا ويستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك ربما نفس هذا العمل يعتبر للآخرين مفخرة ولكن لهذا الشخص باعتبار مقامه يعتبره ذنبا ويعتبره خطيئة الآن إذا واحد جديد عهد بالإسلام الآن واحد غربي أسلام الآن المفروض أن يؤدي الفرائض اليومية قام قبل طلوع الشمس بخمس دقائق وتوضى وصلى على عجال ما هو موقفكم تجاهه موقف التمجيد موقف التعظيم هذا العمل من هذا الفرد مهم ولكن رجل متدين مؤمن عايش في بيئة إيمانية قام خمس دقائق قبل طلوع الشامس وتوضأ بسرعة وصلى على عجال بعد ما صلى يضع يده على رجله يضربها ويقول استغفر الله هذا العمل مو مناسب هذا العمل ما يخالف من واحد حديث عهد بالتديون أما أنا أصلي قبل الطلوع أنا المفروض قبل أذان الصبح أقوم وأكون متوضي ومتهيئ بمجرد ما الله يخاطبني أبدأ بوظيفتي أصلي خمس دقائق فكيف بالذي يقوم بعد طلوع الشامس هاي درجة أخرى ولكن على ما ببالي الآن هكذا أتذكر هاي مرتبة هاي المرتبة الأولى هاي مرتبة ثانية المرتبة الثالثة في يوم من الأيام وجد المحدث القمي على ما أتذكر أو واحد آخر باكيا دايبشي قالوا له لماذا تبكي ابن مثلا قال في هذا اليوم أنا ما قمت لصلاة الليل المحدث القمي مواجب علي صلاة الليل ومواجب على أي واحد مننا صلاة الليل كانت واجبة على النبي الأعظم في يوم صلى الله عليه إذا في يوم من الأيام ما قام جدا يتألم جدا يتأثر يستغفر الله يقول يا الله شنو صدر مني البارحة اللي ما قمت لصلاة الليل شوفوا المراتب تختلف ولذلك أكو هناك كلمة معروفة تقول حسنات الأبرار بر حسنة هذا العمل الذي قام به ولكن نفس هذا العمل سيئات المقربين المقرب من يتوقع منا هذا العمل آدم أبونا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الله نهاه وزوجته قال ولا تقرب هذه الشجرة إنه ما كان نهي مولوي الله ما حرم عليها التناول من تلك الشجرة ما كان حرام لأن الحكم كان حكم معلل الحكم المعلل في مثل المقام لا يدل على الأمر المولوي هذا أمر إرشادي مثل أمر الطبيب أنتو عندما ترحون إلى الطبيب يقول إذا تريد العافية وكل هذه الأدوية وكل هذه الحبة بهذه الكيف إذا تريد العافية الآن إذا واحد ما تناول أدوية الطبيب حرام سوى إذا ما في خطورة على حياته حرام لا أمر إرشادي الله أمر أبانا آدم أمر إرشادي قال إهناني مكان إن لك اللا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى أمر إرشادي كان ما كان أمر مولوي ما كان فعلا محر ولكن حتى الأمر الإرشادي ينبغي أن لا يتجاوز وينبغي أن لا يخالف أبوكم إذا نهاكم نهيا إرشاديا أو أمركم أمرا إرشاديا قال أنا ما أحرم هذا العمل ولكن هذا العمل موزيا إليك مو في صالحك يضرك وأنا ما حب هذا العمل ولا أحرمه عليك الإبن البار مو متوقع منا أن يرتكب هذا العمل ولكن مع ذلك عندما خالف الأمر الإرشادي وأخرج من الجنة هذا أثر وضعي كان أثره الوضعي الإخراج من الجنة كم عام أخذ يبكي حتى صار على خديه مثل الأخدود من كثرة ما بكى فأحيانا واحد يبكي أحيانا واحد يستغفر مو لأنه فعل عملا محرما وإنما لماذا لأن هذا العمل كان الأفضل له أن يترك أفضل النفس الغليظة تمر على هذه الحادثة مرور الكرام ولكن النفس المرحفة تتعلم تتعذى تستغفر العم السيد المشتبى حفظه الله كان ينقل قضية مفصلة مجملها كان يقول أنه واحد دخل إلى إحدى العتبات المشرفة واحد عندما يدخل العتبة المشرفة لازم يدخل بمنتهى التواضع إنك بالواد المقدسة طوى في تلك القضية طبعا الآية ترتبط بموضوع آخر العلام الأمين عندما كان يدخل حرام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يدخل باكيا هنا مكان البكاء هنا مكان التضرع هنا مكان الالتفات يقول أنا ذاك الرجل يقول دخلت العتبة المشرفة فأخذت أفكر أن الناس ماذا يفعلون بعضهم طبعا يقول شفت هذا دا يتكلم ويصديق شفت ذاك دا يطلع إلى الثريات المعلقة يتفرج عليها شفت الثب هذا وضع واحد جاي إلى الحرام شفت الثالث مثلا كذا يقول فد مرة عدت إلى نفسي قلت هؤلاء هكذا يفعلون أنت شنو دا تعمل أنتم أيضا دا تتفرج على الآخرين فهذا الاستغفار هذا التضرر هذه الإنابة من ترك الأولى أنها تمثل نوعا هذا الجواب الثالث الجواب الأول إنها كانت من أجل تعليم الخلق الإجابة الثانية إنها تمثل نوعا من أنواع التواضع أمام الخالق فهذا الإجابة الثالثة إنها تعبر عن نوع من أنواع التدارك لترك الأولى الأولى يعني ترك الأفضل الوالد رحمه الله تبعا للعلامة الإربلي يختار جوابا رابعا 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 على هذا السؤال أول من فتح هذا الباب الإجابة الرابعة فيما نعلم وفيما نعهد هو العلامة الإربلي العلامة الإربلي يقول لم تكن تعليما ولم تكن تواضعا ولم تكن لترك الأولى طبعا العلامة الإربلي يتحدث فقط حول أئمة أهل البيت والوالد رحمه الله يعمم هذه المقولة إلى كل الأنبياء الوالد يعتقد أن كل الأنبياء لم يترك الأولى في حياتهم أبدا وإنما القضية أعمق من ذلك وأكبر من ذلك إن شاء الله نوضحها في حديث قادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفق زكاة والمال لا يسك بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ينيرا 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 ترجمة نانسي قنقر